كجاسوس طبعا كان يتجسس على إثيوبيا وكان خادم مطيع لإثيوبيا أو للمخابرات السودانية عثمان السيد أحسن تربته لكن لم يحسن تربته في مسألة تعامل مع من ربوه من أنشأوه طبعا تربى بيدنا هذا الولد لكن لماذا سخط يبدو أنه عثمان السيد لم يحسن تربيته والمعلومات التي كان يقدمها طبعا للسودان جعلتنا نشكك في كل ما تقدم به هذا الساقط طيب طبعا نعم هم بدأوا في مسألة تجفيف الممارة لغرض التعليه الممارة الأوسط طبعا لغرض التعليه لكن هذه الفترة لا أعتقد بأنها كافية لكن هؤلاء لغرض الإضرار يحاولوا أنه يقوموا بالملأة الثاني وهذه طبعا أمر طبعا سيرفضه السودان وسيرفضه كل من هو عاقل بما فيما الداخل الأثيوبي الغير مدرك لخطبات حكومة أبي أحمد أو الأمهر السواقط طيب الضرر أصاب إيثيوبيا بسبب نظامها وأصاب الأمهر بسبب الأراضي الزراعية فأين ستزرع مجموعات الأمهر في هل في أراضي الأروم والذين هم على اختلاف معهم السودان سيعطش وإيثيوبيا ستموت جوعا طبعا هذه المقاربة يا أخ أبد العظيم نعم هذا صحيح لكن لا أعتقد أن السودان سيموت من خلال حبس المياه لأن المياه إيثيوبيا لا سيطيع حبسها في مسألة حبسها يبرر لأن السودان يتخذ كل الأساليب العسكرية لغرض أن يمرر المياه لا أعتقد أن إيثيوبيا هي بعين كل مياه السودان لا تأتي من الهضب الأثيوبية فمسألة العطش أمر مستبعد لكن الجوع حتمي لأن الأمهرة أو الإثيوبية الآن هي طبعا لا تستطيع أن تزرع الجبال هم عندهم بعض المرتفعات زرعوها ولكن للأسف أنه هم الآن فقدوا أراضي زراعية استعمروها أو احتلوها بقوة السلاح ولكن السودان هذا أمر كانت ترفضه القيادة السودانية وبالفعل فرضته أو رفضته الضرر لا محالة واقع على دولتين المصب وإن كان على السودان أسرع لماذا هذه اللامبالة من أصحاب القرار بكل البلدين طبعا القضية قضية أنه الضرر بالسودان نعم الضرر وقع بالسودان أصلا في الملأة الأولي والملأة الثاني تخطط إيثيوبيا لضرب أو لإيذاء السودان لأنه يعني أنا ذكرت واقعة أنه عندما قامت إيثيوبيا بالملأة الأولي رفضت أن تعطي السودان معلومات الآن طبعا تترجى السودان في مسألة القبول بالمعلومات لأنه السودان أدرك بأنه هذه الدولة دولة مارقة تحكم من طرف مليشيات أو طغمة غير عقلانية لابد من أنه وقامت طبعا بإضرار بالسودان وأرسلت كميات من الطمي لغرض الإضرار بالسودان وهذا أمر طبعا رفضه يعني هذا ضرب السودان كثير ولكن الآن السودان يتجهز لكل سيناريوهات ويستطيع من خلالها مجافأة كل سيناريوهات أمنية أو فنيا طبعا أنا أشكرك الأخ سامي طيب جيد أنا إذا كان هناك طبعا نعم الحرب قادمة أخ عبد الواحد لأن الأمهر رمضان مسيطرين على القرار الأثيوبي من المؤكد الحرب قادمة طيب أنا لا أستطيع أن أرد على كل التساؤلات وأعقب على كل التعليقات لكن أتقدم لكن هناك تعليقات أخيرة طبعا شراء مصر لصفغات أسلحة الفترة الأخيرة زي الرافيل بعيدة المدى لمسافات بعيدة إنذار لتحرك قريب نعم هو المصر هي تعتبر أنه طبعا مسألة المياه بالنسبة لمصر هي مسألة حياتية وبالنسبة للمجموعات الأمهرية التي لا تعقل هي قضية التنمية فلا يعقل أن تقارم بين الموت والتنمية أن تضع الموت والتنمية في كفة واحدة وهذه عقلية الأمهر أو عقلية الأثيوبيين الساقطة هم لا يعرفون التعاون يريدون الإضرار فمصر تتجهز لكل السيناريوهات تستطيع أن طبعا استبعدت مسألة الإذا أو ضربة مباشرة لكن تستطيع السودان ومصر طبعا يستطيع أن يزعزوا استقرار إثيوبيا فمسألة تزعز الاستقرار هي نهاية لإثيوبيا وبالفعل إثيوبيا ستكون هي الخاسرة الأول والأخير من تأزيم علاقاتها مع السودان وتأزيم علاقاتها مع الإقليم كله لأنها أيضا لها خلافات مع دول إقليمية أخرى ككينيا وكثير من فالداخل الإثيوبيا الآن مساعد لاستغلاله لضربه أو لتجزية إثيوبيا فهذا أمر طبعا لا تعقله العقلية الأمهرية أو لم تدرك له القلية الأمهرية طيب هل يمكن أخ أبا ذر أبا ذر قلت هل يمكن أن يضم السودان إقليم بني شنقون مجددا هل صحيح أن الجيش السوداني رافض الخيار العسكيري من طرف الجانب المصري إلا بتقديم تنازلات للسودان من حلابش طبعا شوف أولا هي قضية حلابش الألتين هي قضية سيادية والسودان يعتقد أن هذه الأراضي هي أراضي سودانية ومصر لا تريد التعاون في هذه القضية فمسألة حلابش الألتين هي مسألة ستكون هي خاصرة أو الخاصرة الرخوة أو هي التي ستكون مؤزمة لتطوير أو سبب لتأزيم علاقات السودان والعلاقات السودانية المصرية وبالتالي حلح على قضية شللاتين حلابش لا تستطيع أن السودان ومصر يستطيع أن يكون هناك تكامل في مسألة التعاون في مجابعة المخاطر الأمنية المشتركة وهناك أمن قومي مشترك بالنسبة للسودان فمسألة الجيش السوداني طبعا هو الخيار العسكري هو خيار مؤجل بالنسبة للسودان ولا يريد أن يستخدم هذا الخيار لأنه مضار على السودان كثيرة ومضار على إثيوبيا كبيرة جدا وربما تكون هي ناهية لوحدة إثيوبيا فالخيار العسكري للسوداني يحاول التأني فيه إذا كان هناك الخيارات السياسية الدبلوماسية هي ناجعة في إثناء إثيوبيا وإخراج هذا السد من أن يكون خطر على السودان ومصر يعني يمكن أن يستخدم فمسألة الخيار العسكري السودان طارحها وحاططها أو وضعها في الطاولة لكن لا يريد التعجل في مسألة استخدامها يحاول أن يجعل هذا الخيار خيار مؤجل لغرض أن يستخدمه في آخر اللحظات وهذا طبعا هو الخيار النهائي ولكن فيما يلي التنسيق السوداني المصري نعم قضية حلايا وشالتين هي التي ستكون هي العائق الأساسي أو العائق الرئيسي من تقدم العلاقات بين البلدين ولا بد من إيجاد حل لهذه القضية وهي أراضي سودانية لا شك فيها وأهلها هم سودانيين الهوى والمزاج كما بني شنغول هم أهلها أهلها أول بني شنغول هم سودانيين وانتماؤهم سوداني أكثر من انتماؤهم للحبشي أو للحبشة لو انفصلوا عن التجراءة طيب أخ خدر أو جبرتي مسألة انفصال التجراءة طبعا أمر السودان لا يريد إن يرى إثيوبيا متشضية ولكن الحالة التي وصلتها أو التأزمات التي حصلت في إثيوبيا هي تحمل المكونات الأثيوبية لأن تنفصل من وقالون ودسوريا طبعا الدسور الأثيوبي يمنح كل المكونات الأثيوبية إنها تعلن عن حكمها الذاتي بناء على الدسور ولكن مسألة الانفصال لا أعتقد أنه سيخدم شعب التجراءة لكن إذا كان هناك صيغة توافقية في إدارة البلاد وأن يكون هناك ذاتية في الحكم تفيد شعب التجراءة لذلك الخلاف أصلا بين آبي أحمد ومجموعات التجراءة هو خلاف على أساس طريقة حكم البلاد آبي أحمد وريدت تسيطر على البلاد من خلال فرض رؤيته أو من خلال أن يحكم البلاد من خلال قرار مركزي لكن التجراءة يعتقدون أن هذا قرار هذا الأمر يرجع إثيوبيا لعهود الإمبراطوريات والحكم الدكتاتوري ولذلك هو خلاف لكن إذا استمرت صياغة الحكم القديمة يستطيعون أن يوحدوا أو يكونوا مع إثيوبيا موحدة ويكون هناك تكامل أو يكون هناك لحمة وطنية إثيوبية موحدة هي معافاة طبعا من الخرافات التي هي في عقلية آبي أحمد ومجموعات الأمهر الإرهابية التي لا تعقل أو لم تفهم بعد أهمية اللحمة الوطنية والتماسك الإثيوبي لكن مسألة السودان يضم التجراء أو يقبل بانضمام التجراءة هذا الأمر طبعا غير منطقي أو غير يعني السودان ليست وضعه الداخلي حتى غير مساعد لأن يضم له طرف طيب هل صحيح أن سد النهضة الأثيوبي عند الملأة الثاني يأخذ حصة نصر والسودان طبعا لا يأخذ الحصة ربما يكون هناك خصم منها لا يأخذها كاملة لأنه الكمية التي ستحجزها 13 مليار وإرادات نهر النيل السنوية هي حوالي 40 مليار أو 50 مليار متر مكعب ويكون هناك تقليل من هذه الكمية ربما يكون هناك 30 مليار تعبر عن طريق السودان ومصر ويمكن السودان ومصر هما لا متجهزوا فنيا لمسألة مجابهة هذا القرار طيب مهيب الوفد السوداني في سد النهضة المليولة الأثيوبية في الأساس لأنهم عاشوا في أثيوبية طبعا هذا الوزير هذا الوزير هو إنسان غريب يعني نعم هو مشكك في ولائه للدولة السودانية وكل الوزراء الرأي كلهم طبعا إما تابعين للقاهرة أو لأديس أبابا وهم متنازعون الآن مثلا هذا الشخص هو الآن يرتكب خيانة وطنية المدعو يصمال التوم هذا وزير في أحد الكيزان الآن هو يطبي لسد النهضة وكأنه سد هو سوداني وهذا أمر طبعا إذا كان هناك دولة سودانية تعي مصالحها كانت ترغم هذا المخلوق أو هذا الشخصية الغير عقلاني أن يحبس وأن يمنع من الظهور في الإعلام وكيف لهذا الشخص الصاقط الذي لا يعي أهمية هذه القراءات وهذه المقاربات والتضبيل لسد النهضة نعم فليقول له فوائد لكن لا يمكن أن يكون هناك إضرار بمصالح السودان أو القبول بتقوية طرف على أساس وطني فلتحرق إثيوبيا فلتحرق مجموعة الأمهر الإرهابية الصاقطة التي لا تعي أهمية السودان فياسر هذا شخص أيضا غير ضباب الموقف وهذا الشخص لا بد من أن يحاكم على أساس خيانة الوطن هو الآن تفطن لخطورة سودان النهضة هذه اللحظة هذه خيانة فلا بد من إذا كان هناك دولة سودانية عاقلة تستطيع تصفي هذه المجموعة تحاكمها وتحاكمها بأعلى بتهمة الخيانة العظمى للبلدان فأي شخص يطبي لسد النهضة دون أن يكون هناك اتفاق يجعل الموقف السودان أقوى هذا خائن للوطن فنعم المجموعات التي كانت تتفاوض بإسفل سودان في السابق هي كلها خائنة وحتى في بعض منها يعني أنا وصلتني بعض المعلومات حتى بعض الملفات أو محاضر الاجتماعات التفاوضية عندما تغير نظام البشير الصاقط أو نظام الكهزان مسحوا كل الملفات أو كل المحاضر من الحواسيب وهذه معلومات أنا أتتني من داخل مكتب وزير الري فبالتالي هناك بعض الخوانة في السودان لابد من أن يكون تعامل معهم بصورة واضحة إثيوبي حبيبة بلادي الله ينعل إثيوبي طبعا هذا لا نحمل العداء لأي شخص لكن إثيوبي هذه دولة تريد أن تحرمك من كثير من الأشياء تريد أن تضر ببلدك فكيف تكون هي حبيبة حبيبة يا شيخ إلا الحبيبة الحب من طرف واحد هذا أنا لم أفهم إلا عند السودانيين كيف تحب بلد هي تريد أن تضر ببلدنا يعني إثيوبيا حبنا لها حب من طرف واحد إثيوبيا حاقدة وهي تريد أن تضرب السودان وأن تدمر السودان طبعا مسألة المواني أو هذا أمر طبعا غير إثيوبيا طبعا لاها للحرب إن شاء الله لاها للحرب ممكن مصر أو السودان تستطيع شراء حصص مواني حوالين إثيوبيا وحصارها اقتصادية طبعا هذه طبعا تحتاج لرؤية طبعا بالنسبة للبلدين في حال هو يكفي التحرك سويا وإذا قاموا بضغط إثيوبي أو الضغط على الداخل الإثيوبي يستطيعوا أن يقسموا إثيوبيا أو يضربوا إثيوبيا هناك الظروف مواتية فالوضاع في إثيوبيا ستكون هي مدمرة لإثيوبيا ولابد من أن تشضى هذه الدولة الحاقدة التي لا تريد الخير للسودان إذا حكمت إثيوبيا من طرف مجموعة أقلانية توالينا نحن وتريد لنا الخير أنا أقبل بأي شخص يحكم إثيوبيا لكن إذا كان هناك أطراف هي حاقدة هي لا تفهم التعاون والتشارك في كثير من القضايا لا نقبل بهذه الدولة وبالتالي السودان هو الآن يحاول أن يضغط على إثيوبيا بصورة قصوى لغرض التقليل من حدة موقف إثيوبيا المزعزة إلى أمن والاستقرار المنطقة طيب أود أن أختصر كل ما قلته في هذا اللايف هو بأن إثيوبيا من الداخل تحترق إثيوبيا من الداخل متأزمة إثيوبيا شعوبها أصبحت متناحرة بسبب قرارات أخذها لهذا الصبي الصبي المدعو آبي أحمد من طرف مجموعة الأمهر الغير عقلانية أيضا إثيوبيا في جبهات كثيرة هي تعاني من مشاكل داخلية تحاول أن تستغيل ملفة الضنهضة للإضرار بالسودان والسودان الآن يتجهز لسيناريو كاري أو لسيناريو أمني يستطيع من خلاله إرغام إثيوبيا كما ذكرت سيدة مريم مريم الصادق فبالتالي الآن السودان يتجهز لخيارات ويقالها قالها صراحة بأن إثيوبيا إذا تمادت في مسألة الإضرار بالسودان سيكون هناك تعامل خشن مع إثيوبيا طيب أنا أود أن أشكر جميع على المتابعة وأكون إن شاء الله منصف في قراءاتي ونحن طبعا محبين لبلدنا نريد الخير للسودان نريد أن ينهض السودان وما غير السودان لا يلزمنا ومن ثم السودان أولا والسودان هو الذي سيكون في حدقات عيوننا وما دون السودان إذا تضرر السودان فليحرق الجميع ونحن سنكون مستقلين كما نتمنى في قرارنا لا نتأثر بأي قرار خارجي نريد فقط النظر إلى مصالح السودان وما دون السودان لا نعير مصالح إثيوبيا ولا نعير مصالح أي طرف آخر ولكن الآن السودان بعد ثورة ديسمبر أصبح السودان دولة معافاة تريد أن تستغل مواردها لغرض النهوض بمقدراتها تريد أن تكون لها دور في كثير من الملفات الإقليمية يكون هناك إزدهار ولكن الاحتلالات الداخلية التي تعاني منها الدولة السودانية سأناقشها أو سأأتي إليها في فيديو آخر أو في لايف آخر سأفصل الحالة السودانية بمعزل عن التأزمات التي تعيشها المنطقة طبعا نحن نريد إقليم أيضا مستقر متعاون ولا نريد هناك تعارضات بين المصالح بين مصالح الدول الإقليمية وهذا ما أودت بيانه لكم وأتمنى أني أصبت القراءة وقدمت مقاربات واضحة أو استشرافات واضحة للتطورات التي جرت فيها الإقليم وفيما يخص ما نفس الضنهضة وفيما يخص الداخل الأثيوبي أشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى اللقاء في فيديو أو في لايف آخر